تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيادة تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017 مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة أعرب فيها جلالته عن أطيب تهنيه بهذه المناسبة وخالص تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام التقدم والرخاء سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على كافة دول وشعوب العالم تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيادة تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وأولياء العهود عبر سموه فيها عن صديقة تهنيه بهذه المناسبة وأطب بتمنياته لهم بوفر الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة اضطراد التقدم والرفع والرقي متمن ينسموه أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر